السلام عليكم ورحمة الله إخواني أخواتي مرحبا بكم في فيديو جديد ونهار جديد اليوم بغيت نشارك معاكم غراثان بالسلق والدجاج وشومبينيو تيجي أكثر من رائع شي حاجة اللي بنينا معلق غاي نجبكم بعجب على عائلاتكم وخاصة في شهر رمضان الكريم تنغي ننوع شوية المائدة الرمضانية هاد الاقتراحة غاي نجبكم وغير نرافق بواحد شربة اللي بنينا وخفيفة نفس وقت صحية بالخضر فانتمنى هاد الاقتراحات دي اليوم يعجبوكم ولا عجبكم فيديو ما تنسونيش من الدعم والاشترا وكتابة تعليق فضلا ونوسا أمرا وتبرطجوا مع الأهل والأصدقاء باش تعمل فائدة وكتروا لي الله يجهزكم باخر من اللايكات باش الفيديو يطلع نبدعوا لبركة الله الله مصلي وسلم على سيدنا محمد وحط نجرة درتوا حد معلقة كبيرة دي الزبدة وربع كاس ديال زيت المائدة ممكن تعاوضوا بزيت الزيتون على حسب الرغبة ديالكم وغنضيف عليه واحد البصلة لمشلدة البصلة ما تكونش كبيرة غير متوسطة هنايا غنضيف الملحة وغنضيف راس معلقة صغيرة ديال الإبزار وغنحرك هادك البصلة باش ما تتحرقش ليا بالنسبة للبخار غير طنجرة كانت سخونة لكش علش دير البخار بزيف هنايا غنضيف نسب علقة صغيرة ديال سكنجبير هنايا عندي الكرافس بالنسبة للكرافس ديروا حد معلقة كبيرة لكانت ريكون أحسن أنا جبتهم المجمد سوف نحرك هادك المكونات هنا يوحد الكمية ديال الجلبانة تصبقى الكمية على حسب أفراد العائلة وعلى حسب شحر بغيتوا تديروا انتموا وحد خيزوية كبيرة اللي قطعتها مربعة هادك العظم اللي بقالي يام داك النص ديال ستار ديال الجاج اللي درت في القغاطة نضفتو هنايا بشي نسمني يا الشربة ديالي أنا را خدابة في القغاطة وفي الشربة وغير نضمت لكم الفيديو باش ما نضوخكمش صافي هنايا بعد ما حركت ذاك الخضايره مزيان هنغطي عليها ونخليها الزيد تقلى ما تجاهدوش علي النار باش ما تتحرقش ليكم كيما شفتوه ضروري الشربات يبغيوا تقليوهم قبل ما تترويو لما باش يجوبنان هنايا اخذت الماء طايب در تقريبا حد ليطرو ديال الماء وغنغطي عليه حتى يطيب وغنضيف عليه هنا واحد البطاطا اللي قطعتها مربعات واحد قرعة كور جيد خضراء تاية كبيرة خطعتها وغنخلي هاد المكونات كلهم يطيبوا حتى يطيبون طلاقة بعد ما طابت هذيك الشربة دا بغنضيف عليه هادا خديد ذاك الأعظم حي يتبينو هاداك الدجاج وفرتته ووضفته و لو بغتو تديروا قطاع ديال الدجاج ممكن هنا غنضيف واحد وجمع القات ديال الشعرية وعندي واحد الكاز ديال الماء قدرت فيه جمع القات كبار ديال الدقيق وحركتهم بزيان وصفيته ولي ضفت الخالط ونخليت الخالطة اعقاد بزيان بحال الشكل اللي تديرون في الحريرة تصفي هيا الشربة ديالي وجدات تدير على هادا الشكل القاوام ديالها ما تديروها شتقيلة حي تباقها غتشرب في وقت تشوفو تدير شيش هو منها كنصحكم بجربوها تقدموها لعائلاتكم ووليداتكم وضيوفكم لما لا مصحة وراح ندوزوا باش نوجدوا القتراح الثاني اخذت هنا هي كمية ديال السلق اللي قتلتها مزيان وبدأت نقطع فيها مربعات كما تشوفو مش كبيرة كما عارفين السلق رفيفة واحد كثيرة بعدما نقطعوه عندوز ناخدو حل الكمية ديال البطاطات تبقى على حسب العائلة ديالكم قطعتها مربعات ودرتها تسلقات شوية ديال منحه الملح وشوية ديال الخل اطلع فيها الغلية واتفعو له ديالتصفة ندخلها للفران ونضيف عليها شوية ديال الملحة وخضرنا الملحة في الأول نزيد شوية البطاطة تسبغي الملحة ونضيف راس معلقة صغيرة ونضيف راس كاملة ديال الإبزار باش نسموها البطاطة ديالنا وتقريبا شئ ثلاثة معلقات ديال زيت المائي تبقى على حسب كمية ديال البطاطة حسن ما ننقلوها في المقلاة ديالتصفة الفران سوف نضيف حشوة ونضيف في الأول ثلاثة معلقات كبيرة ؟ نضيف ملحة أربية ممكن دوزوف لها شوار ونضيف لها العطرية عندي هنا نصمع القاة صغيرة ديال قصبر حبوب ونضيف لها نصمع القاة صغيرة ديال سكين جبير وربعم القاة صغيرة ديال إبزار ونصمع القاة صغيرة ديال التحمارة الملحة على حسب الضوء ديالكم وتتقع على حسب الكمية ونحرك المكونات نارتكم توسطة ونضيف لها نصمع الدجاج اللي قطعت صدر الدجاج قطعتهم مربعات صغيرة كما شفتم ونحرك لكم زيان اضفت تومة بودرة ممكن تدير جرسينة ديال التومة هنا قدرت وحدة نصمع القاة صغيرة قطعت الحار بالنسبة للحار ستبقى على حسب الرغبة ديالكم تكتروا ولا تقلوا هنا عندي واحد العلبة ديال الشومبينيو شديتها غسلتها وصفيتها من الماء وضفتها لهذا الخالط ممكن تديره شومبينيو طري نغطي عليه ونخليه محتي طيبو وما تغفلوش عليهم مرة مرة وتحركوهم باش ما يتحركوش ليكم صافي دابا بعد ما طاب الدجاج ونضيف عليها السلق وخاطب عليكم الكميات كثيرة رضغيتي يدوب لا تبقاش صافي غطيت عليه حتى اهبط قاطع نحركوه باش يتشرب ويتخلط مع الدجاج والمصلة حل الكاس كبير عامر بالحليب وضفت عليه جمعين قط كبار ديال الدقيق الأبيض وخلط مزيان وضفت عليه هنا يجوش فرماجات تبقى على حسب كمية اللي بغيتو ديال الفرماج صافي ما تخليوش اللاسوس ديالكم تشرب والبطاطا تكون واجدة في هاد العملية تديروها تكون بطاطا مقلية وديروه باش بدنشفش ليكم هديك الصلصة في الفران يمشيوا البطاطا تقلات بحلق علينا في المقلاء صافي عن خلطها مزيان ممكن تديرو ميتين جرام ديال الكريمة السائلة إلا ما بوجدوش تديرو هاد الخلطة هدي اللي درت انايا فبلاس لالباشا ميل أولا تصوبي الباشا ميل عضيفوها على حسب الرغبة ديالكم تومه هنا يستطرتها في المور كيما تتشوفو ممكن تديرو مول أكبر على حسب الرغبة ديالكم صافي غنزيين بوحد شوية ديال الفرماج غنزي لها فرماج موزاريلا وغنزي شوية ديال فرماج حمر باش الموزاريلا يعطينا التعليكو المدهب والفرارة سخون ندخلها تحمر كل شي طيب غير من فوق ذلك الفرماج يدوب كيما اشتو وزعتو على جميع غاتا سوف ندخل الفرارة طيب ان شاء الله غاتا ديالي بعد موجدت تتقدموها العائلات تكون سخونة تكون بنينة ومعلكة تدجيش هو منها كما تتشوفو وصحية في نفس الوقت بالنسبة ل السلق خريته بجوجد راهب تدهي لنا واحد الوصفة اللي تكون زوينة وتنبتلو شوي على المعتاد كانت منها تجربو هاد الوصفة اللي اقترحت عليكم اليوم كيما تتشوفو تدجي معلكة اش هو منها كاتش هي ولا اعجبكم طبعا من الفيديو مدنسونيش من التعم والاشتراك وكتب التعليق فضلا ومسا امرا اشتركوا في القناة